تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار سيئون الدولي من إحباط العديد من محاولات تهريب الممنوعات وبعض الآثار إلى خارج الوطن عبر الرحلات التي تسير من مطار سيئون الدولي وهو ما يحسب للأجهزة الأمنية التي تتمتع بيقظة أمنية كبيرة وحس أمني عالي الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى استطاع المطار أن يصل إلى مستوى أفضل من ناحية الإجراءات الأمنية يشهد الجميع الآن بتشديد الإجراءات الأمنية خلال سير عملية السفر يلعب مطار سيئون الدولي دورا كبيرا في حركة الملاحة الجوية في ظل تعاليق الرحلات في المطارات الأخرى بسبب ما تمر به البلاد من حرب ليصبح أحد أهم المطارات اليمنية التي تقدم خدماتها للمواطن اليمني في ظل الأوضاع الراهنة تمكنت الأجهزة الأمنية في مطار سيئون الدولي من ضبط العديد من الممنوعات وذلك عبر استخدام أجهزة متطورة وحديثة حفاظا على سلامة المسافرين الأجهزة الحديثة والمتطورة التي يجهزت بها الصالة الجديدة في مطار سيئون ساهمت بدورا كبيرا في الكشف على تلك الممنوعات وسط أمتعت بعض المسافرين بعد إن كانت في السابق تمر ولم يتمكنوا من رصد بعضها وإحباط تهريبها استطاع المطار أن يضبط العديد من عمليات التهريب عمليات تهريب للآثار وعمليات تهريب للعملة وعمليات تهريب للقات ولأدوية عمليات تهريب متنوعة تسعى الجهات المعنية بالمطار إلى إرسال رسائل تطمينية للمطارات الخارجية بأن لدى مطار سيئون القدرة على تأمين كافة الرحلات من وإلى مطارها الدولي حدد مساعد قناة بلقيس من مطار سيئون حضر موت موسيقى 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 موسيقى